كأنه برزخ ما بين بحرين هلال شعبان لما لاح للعين فنت حسينا بعباس منازله فأنزل السعد فيها ضيف ليلين بحران بينهما قد حم فافترشت نجوم ظلمائه كالدر قعرين أهوى لأجلهما شطان كل ثرى فكيف إن سميت أرض ببحرين كأنه برزخ ما بين بحرين هلال شعبان لما لاح للعين فنت حسينا بعباس منازله فأنزل السعد فيها ضيف ليلين بحران بينهما قد حم فافترشت نجوم ظلمائه كالدر قعرين أهوى لأجلهما شطان كل ثرى فكيف إن سميت أرض ببحرين أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامنا وأيامكم ووفقنا وإياكم لمراضيه وجنبنا معصيه كما أود أن أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة دعينا المولى عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع محمد وآل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله أم صلي على محمد وآل محمد الله أم صلي على محمد وآل محمد من فكت الناس في أديانها قددى كل يرى علة فيها لما اعتقد وما احتجاج الورى بالعقل نافعهم ما دام منهم فؤاد بالهوى فؤدا مما أضر بهذا الخلق أنهم قد أله العقل بينهم عبيد جدا فضاع ما بين إفراط السرات به وبين تفريطهم عمر العوام سدى لا يعصم العقل تقديس العقول له لا يعصم العقل تقديس العقول له حقائق اليوم تنفيها العلوم غدا وإن رزء الذي يدري جهالته يهون عن من يخال الجهل فيه هدا وقد أغذى الجوائش فاق عاذلة تخال عجزة عابير الفتاة جلدا تقول لما رأت همي معاتبة أن يصلح الأم من دنيا كما فسدى وما درت أن هم الحر تعذرة إذا أراد صلاحا ثم ما وجدى إن كان قد راعها سقم عرى بدني فراحة الروح في إتعابها الجسدى وأين يكظم فيه الغيظ من مجلت يداه بالسيف تلويحا لطيف عدا فقل لمن عيروني حين لم يجدوا علي عيبا بما لو أنصفوا حمدا حسبي أراكم عراتا في ثيابكم إذا تعبون مني في الكفاف ردا وما علي ملام أن يخاصمني من لا تراه الموالي في الوراء أحدا يشنع المر تزين السفي له وغاية المدح أن يهجوك من حسدى وكيف يامن حي كيد شانئه وليس يسلم من شانئه من لحدى أما رأيت بسام الراء كيف شفت نواصب الآل منها الغيظ والكمدى غدا تهدوا بدعوى الشرك قبة من لو لا هموا ما على وقت الصلاة ندى العسكريين أعمى الله ناظرة عليهما قد أقرت عين من جحدا معالم قوضت فينا مرابعها أضالعا لو صلاها العود لاتقدى عقدت فيها لساني مذ حللت بها وحل جفني لها بالرمش ما عقدى مستذكرا في فناء الدار غير تمن لا تجرؤ الطير حوما إن حماه بدا الجهبذ الجهضم الجهجاه إن شدهت بوم الكتاء بما بالهام قد صخدا وار الزناد أبى الفضل الذي اتزرت بنو أمية بالأكفان مذ مهدا والأريحي الذي والأريحي الذي يقضان راحته يسدي الجميل ولولا ذاك ما رقدا فالذن إذا ما نوى أمرا يكاد بأن يمضيه من قبل أن يذني عليه يدا ما سربلت ليلة أجلاء غارته إلا تنفس صبح الغارة الصعدا يزداد بأسا إذا ازداد الوغى صخبا والبحر لو لا عتي الريح ما زبدا من أهل بيت بلا جرح حديثهم يُعزى إلى المصطفى متنا ومستند فيهم ومنهم وعنهم هدي سنته ودون قائمهم حكم الكتاب غدا توارث العلم عن أشياخهم تبعا كما توارث من عاداهم الحسد قوم إذا ندبوا لم يدر نادبهم أفرق العزم إن هبوا أم اتحدا فكلهم في الوغى فرد إذا احتشدوا وكل فرد بهم جيش قد احتشدا ساروا إلى الطف معدود عديدهم ساروا إلى الطف معدود عديدهم وطالما قل أتباع الهدى عددا في معشر كالجبال الرأسيات سوا أن المنايا بها قد سلَّكت جُدُدًا تيمَّموا بصعيد الطف حين رأوا وقد ضم الدين أن الماء قد فُقِدًا فقصَّروا العمر في هدي الأنام وَلَمْ يَكُنْ لِيَحْيَى الْهُدَى إِلَّا بِكَبْشِ فِدًا في موقفٍ قد تمنَّت كلُّ ثاكلةٍ لو أن مولودها من قبله وُئِدًا استنجد الفضل بالعباس فيه وما على سوى قربةٍ للماء قد جُحدًا فثوَّر الناق في مهرٍ قوائمه عدوًا تُحجِّم بالآفاق ما اطردًا كأنه البادر في مظلم من قتَمًا بصارم كشهابٍ دون ما رصدًا حتى إذا لم يجد جودًا يجود به رمى الكفوف وما روَّى بها كبدًا وليس كلُّ قليلٍ شحَّ باذله وليس كلُّ كثيرٍ في العطاء ندى لما أنسى إن أنسى نعي الصبط مقتله غدًا تنكَّس وسط الخيمة العمدًا مهدو دب الله يُخفِي الكبرياءُ به ملامح الكاس في حولٍ له نفدًا وما عسى المرء أن يقضي بحيلته إذا به مال عند الميل ما رفدًا هذا وإن كنتُ طوَّعتُ الحديد على رفائهم بيد أني أغبط الشهداء لكن لهفي على اللاتي بأعينها ذرَّ القذى قتدًا لما شكت رمدًا إذ طوَّق الجيد منها حبل ثاكلها وإنما قد طوى في جيده مسدًا فيا نقيبًا تحرَّى بالأهلة من شهر المحرَّم عُرجُونًا له ولدًا أما إلى كربلا بالخلق ثم تمن حميةً دمه في رأسه جمدًا يطوي لها كل فجٍّ لا على ضُمرٍ لكن على خاطرٍ يطوي به البلدًا حتى يقول لمن قد زمَّ في خفرٍ خدر الفواطم إجلالًا لما عُهِدًا ما بالُ نسوتكم حسرًا تجوبُ بها هزل النياف بقيد الأزر كل مدى حيرًا يُعنِّفُها بالصوت بعدك من بالأمس دون حدود الله قد جُلِدًا لعلَّ مُصطرِخًا نهيًا يصيحُ به لعلَّ مُصطرِخًا نهيًا يصيحُ به أن كبرَ اليومَ للثاراتِ من وعدَه فيملأُ الأرض قِسطًا بعدما مُلِئَت جورًا وينقِصُ أطرافًا لها لُبَدًا في فتيةٍ كم أُمنِّ النفسَ بينهُمُ لآخرِ العُمْرِ مِنِّي مَقْتَلًا خَلُدًا فَإِنَّ حَتْفَ الْفَتَى فِي الْعِزِّ مَوْلِدُهُ وَإِنَّ خَوْفَ الرَّدَى فِي الدُّلِّ مِنْكَ رَدَى وَإِنَّ خَوْفَ الرَّدَى فِي الدُّلِّ مِنْكَ رَدَى